اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حقوقات نقاط عصفر الزينة النهاردة نتكلم على الاجراءات اللي واجب على المربي او الهاوي اتخاذها حتى لا يصاب من طيور الزينة بالامراض اللي بتنتقل الى الانسان ابقى معنا هناك العديد من الامراض قد تنتقل من الطيور الى الانسان واجب على المربي ان يتعامل مع الطيور بشيء من الحزر او الحيطة هنتناول اهم الاجراءات اللي بتابعها في التعامل مع الطيور بداية يجب على المربي تنظيف الافس تنظيف دوري حتى لا تصاب العصفير بالامراض ويتخلص من الفضلات في مكان بعيد عن المنزل بطريقة امنة ويفضل عند التخلص او غسيل الافس او تنظيفه التعامل باستخدام قفازات او جواندي بعيدا عن الفضلات بتاع الطيور يجب على المربي عدم غسل المسأ او اوالي او اواني تقديم الاكل في حوض المطبق حتى لا تنتقل العدوى الى اواني الطعام في المنزل بعد التعامل مع الطيور بتنظيف الافس وتقديم الاكل وتغيير مسأة المية يجب على المربي غسل يديه بالماء والصابون حتى لا تنتقل اليه العدوى من احد الادوات التي تستخدمها طيور الزين وزي ما قلنا لا يجب التخلص من فضلات الطيور باستخدام اليد المباشرة يجب لبس اي قفاز من البلاستيك في اليد لمنع التلامس بين فضلات الطيور ويد الانسان اعجبك في فيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا من خلال القناة شرف لينا اشتراكك في قناتنا الى اللقاء في فيديو اخر تقبل تحياتي